السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم شاء الله قد تشارك معكم طماطم المجفافة وكذلك مقبلة مبتكرة اللي كتجي لديدة بزاف تمنى ان شاء الله تجربوها كيف العادة وترضو عليها الخبر وتفضلوا معي بجتفوت تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله غدا نبدأ بالطماطم المجفافة انا خديت شوية ديال السكر وشوية ديال الملح اللي ممكن استغنوا عليهم الى كنتم ما كتستعملوش يعني السكر ففي اه كنرشو هاد طماطم هادي هي كتزيد هاد السكر وهاد الملح كيزيد يعني الطماطم كتزيد تطلق اه الماء وفي النفس الوقت كتزيدها واحد النكهة يعني كتكون اه متوازنة يعني شوية ديال الملح وشوية ديال السكر والحمود اللي في الماطيشة يعني ما نعودش لكم كيفاش كتجي لديدة هاد الطماطم هادي اه انا حطرتها اليوم بطريقة ديالي الخاصة ومن بعد انتو ما يعني حطروها كيف ما بغيتو غير تقنية ديال تحضير ديالها كندخلوها الفرن تكون درجة ديال الحرارة ديال وما تتعداش سعيد وكنخليوها تقريبا تلاتة ديال السويع انا خليتها تلاتة ديال السويع عاد ولات على هاد الشكل اللي كتشوفه معاي يعني كتولي ناشفة كتنشف من هاد كلمة كتولي مركزة المدقة ديالها كيكون رائع جدا انا هنا خليتها غدا نصب عليها غي شوية ديال زيت السيتون اما ممكن انكم يعني تنسموها ممكن تحضروا جديد الشكل اليوم انا حطرت غي هاد الشكل هادا يعني باش نقدر نستعملها في الحلو والمالح اه وممكن تحضروا حتى يعني تاخدوا ديال القنينة هادي لغا نستعمل هادي وتزيدو شوية ديال الازير شوية ديال تومة شوية ديال قصبار شوية ديال زعطرة يعني الاعشاب اللي كتعجبكم وتخليوها كل ما زاد الترقدات كل ما زادو ديك ورقة سيدنا موسحتها هي كيزيدو تلقو المادقة ديالهم وكيكون عندها واحد نكهة خاصة لتقدروا تضيفوها الاطباق ديالكم وكتزيد واحد يعني واحد اللمسة زوينة في الاطباق هادي ان شاء الله غدا يعني غدا نشارك معكم ان شاء الله الاتعمالات ديالها مستقبلا باني اللا عزة وجل هنا كيف شفتو يعني كنغطيوها مزيان بزيد الزيتون باش كانت هنا ومنها ما كتخسرش تبقى حتى السنة مش مشكلة هنا بالنسبة الهريسة يعني فيت مني تشاركتها معكم انا بوليكم بعوجة لكي باش حضرتها انني وجدتها باش نحضر بها اه مقبلات كانت قادات ليه هنا بزيد الزيتون هاد يعني الفلافل كان اخطو ففلة حارة وففلة حلوة باش ما كتجينش ديك الهريسة حارة بززاف ونقدروا نستعملوها في اي حاجة كنا ندخلوها الفران كتشوها كنزولو لها يعني القشرة ديالها صافي وما نطحنوهاش مع زيت الزيتون لانا كيت بدل لها اللون يعني كنا ندوزوها في ديك التحانة ديال الماطيشة ولا كنقطعوها بالموس ولا ندوزوها في ديك التحانة ديال الكفتة صافي من بعد كننشوفوها شوية في الماء اه في المقلة عفوين باش كيت تجفف منا ذاك الماء وكنقدروا نحتفظو بها مدة طويلة زيت لها شوية ديال حمض لمصير وشوية ديال التومة وكتستعملو يعني ليقات باش مت اه اه تحققو مش في ديكو صافي وكنعمروا على هزيت السيتون هنا كيف ما شاهتم معي يعني السلطة او المقبلة الرائعة اللي كجيل ديال بزاف غنتستعملو فيها ان شاء الله هاد الانصاف ديال تنجل اللي دخلتهم الفرن اتشوها ويعني كيف العادارة في تمني تشاركت معكم الطريقة ديال الشي ديالهم يعني شحن ما نمضع هنا قدر ناخد يعني اه الهريسة الهريسة كنتستعملها بكمية كبيرة لانه ماشي حارة اه في يعني في هات الصالة دي هدا در تحت اه يعني القصبر نقطع كيف ما شاهتم معي ضروري ما نغطيوها هكذا يعني على نغطيوها بزيت الزيتون فيما كنتستعملو الى تقعدل لنا ذاك زيت الزيتون كنعودو نزيدو نزيدو زيت زيتون اي هكذا ما كتخسرش لنا تماما تبقى يعني تبقى مدة طويلة انا عمارها خسرت ليا الصراحة بعت المرات كتبقى ليا حتى الشهر ما كتخسرش ليا بالنسبة التوابيج تعمل شوية ديال قصبرنا ايابس شوية ديال الكامون مطحون وشوية ديال الملح وشوية ديال تحميرة وستعملت حتى يعني اه الحامض المصير اللي كنا حطرنا معا بعد وزيت الزيتون وكان حرقوا هاتشي مزيان معا الحمص اللي بيتوم رقد يعني ليلا كابلا ومن بعد سلقتو حتى كي يقرب يتسلق وكنزيدو ليا شوية ديال الملح باش مايجي ناش باسر صافي نخلطو زيان هاد السلطة هدي كل ما بقعت كل ما احسن لانا باش كاتشرب مزيان هادوك التوابيل كنت نسيت واحد الفصيص ديال التوا معدزته من من بعد كل ما بقات هاد السلاطة كل ما كتزيد تلدات لان هاداك الحمص كي يشرب لنا التوابيل كنخليوها هاكدا خاصة الي كانوا وجيين عد نطيف وبغينا نحط رافقو بها الاسماك ديالنا حتى كنبغيو يعني نقدمو عاد كن نسخنوها في المقلب لما نطيبوها باش آآ بقا هاداك التوابيل تبقى محافظة على النكهة ديالهم ولكن ندخلوها للفرن يعني ممكن نتخنوها في الفرن يعني نسرحوها في واحد اللاطة ونتخنوها في الفرن ولكن ما نخليوهاش بزن عي كتتتخنتها في وكن نقدموها ممكن نقدموها حتى باردة يعني كتمشي حتى باردة على حسب الضوء ديالكم ممكن نقدموها هاكدا يعني في طبي سلات هاكدا اولا انا غدا نزيد عليها حتى آآ دنجال اللي كيعطيها واحد النكهة خاصة يعني كتجي كيتوتو مع بعض بواحد شكل رهيب نتمنى ان شاء الله تجربوها في اقرب وقت يعني سلاتة صحية وفي نفس الوقت الديدة آآ في بلاست آآ دنجال ممكن آآ نطيفوه حتى القرعاء ولكن خاصها تكون مشوية في الفرن يعني تشويوها في الفرن بنفس الطريقة يعني كتجي واحد النكهة آآ لديدة بزاك كيتوتو مع بعض مع الدنجال هاكدا يعني خذيتو آآ يعني تشوالية هاكدا مقطع ديجا يعني مع شرحت هذوك الأنصاف يعني شرحتهم بالموس عد دخلتهم في الفرن يعني غدا ننزوه لمغيها كده بالمعلقة فقط حتى كنا نكمل الكيمية اللي عندي كاملة ديالنجال بناتش كل عندهم العطلة احنا بدت عندنا العطلة البارح هاد آآ فالمدينة اللي انا سكنة فيها يعني آآ آآ العطلة ديال شهر ابريل هنا كي شفتو معي زدنا شوية ديال القصبر وشوية ديال آآ الهريسة الهريسة كيف قلت لكم بما انها ما حاراش يعني كندوقو ولا خص كنزيدو يعني كديد هي واحد النكهة الطبقة ديالنا نقدر نستعملوها في اي طبق لكي يكون مالح لانك تزيد تلدو وها هي الصلاطة ديالي صبحت واجده غدا نعود نعمر بها هذوك الأنصاف ديال بنجال يعني انا اختاري تقدمها بحال هكذا وانتما ممكن تقدمها عرف طبي سلات او مهم على حسب التوق ديالكو صافينا غدا نعمر بها هاد الانصاف هادو وملي غدا نبغي غدا نغطيها اه هاد اللاطة هذي وغدا ندخلها دلاجة وملي غدا نبغي نقدمها ان شاء الله غدا ندخلها الفرن غي تسخن واحد شوية صافي وغدا نقدمها ان شاء الله غدا نشارك معكم يعني تقديم تيالها بإذن الله في اه فيديو قادم بإذن الله عز وجل و اه وغدا نشارك معكم كذلك حتى اه مقبلات اللي حضرت تمنى ان شاء الله تجربوهم كيف العداء وتردو علي الخبار وكان شكركم بزاف اللي كتخطوا من وقتكم وكتشاركوا معي التطبيقات ديالكم اللي يجازيكم بخير ممكن تلتحقوا بنا في صفحة ديال الفيسبوك اللي هي كويزين فاميلي ولا احتى المجموعة كويزين فاميلي واسستغرامته هو كويزين فاميلي ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم و استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة 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 شكرا